معهد الهيكل الصهيوني بالدعاء أن المعهد يعمل على إعداد كافة الأدوات والتجهيزات اللازمة لإقامة الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المزيد الأقصى المبارك وحثت على التبرع بعملة نصف شاقل التوراتية تعادل اليوم 39 شاقل وفق تقديرهم لجمع مبلغ 25 ألف شاقل في حين تقدمت منظمة نساء من أجل الهيكل خطوة إلى الأمام في تعليقها على إعلان التبرع في صفحتها على الفيسبوك وتوقعت أن العام الحالي سيكون الأخير الذي تجري فيه تدريبات افتراضية قائلة سنحتفل معا في العام القادم بتقديم القرابين واقعا وحقيقة في مكانها تقصد المزيد الأقصى ويشير الإعلان إلى أن فعالية تقديم القرابين ستقام الإثنين الموافق الثامن عشر نيسان إبريل الحالي في مستوطنة بيت آروت على جبل الطور قبالة المزيد الأقصى يشار هنا إلى أن فعالية التدرب على تقديم قرابين الفصح العبري بدأت تتحول في السنوات الأخيرة من فعالية متواضعة يشارك فيها أفراد في مواقع بعيدة عن القدس القديمة والمزيد الأقصى إلى فعالية تقترب أكثر فأكثر من المزيد الأقصى ويشارك فيها المئات وسط تغطية إعلامية إسرائيلية كبيرة وقد علق العديد من المدونين من أتباع منظمات الهيكل على صفحات التباصل الاجتماعي حول هذا النشاط ومكانه إننا رويدا رويدا نقترب من الوقت والموقع الحقيقي لتقديم قرابين الفصح العبري إلى ذلك تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياه وأذرعه الأمنية دعوات لتوفير الترتيبات اللازمة لتقديم قرابين الفصح العبري في المزيد الأقصى يوم الجمعة القادم الموافق 22 نيسان الحالي اشتركوا في القناة